اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وفي ظل جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العاد رئيسي مجلس الوزراء تدعم جهود السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم أجمع معاليها أشارت إلى حجم المبادرات الحضارية التي تتبناها البحرين والرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية وتدعيم الركائز التي يقوم عليها مجال حقوق الإنسان جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي سيد عبدالله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث استعرضت زين الأبرز المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف مجالات العمل السياسي مسلطة الضوء على جهود السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات العصرية المتفقة مع الممارسات الدستورية والقانونية والثوابت الوطنية ومع ما ينسجم مع المواثيق الدولية منوهة في الوقت ذاته إلى نوعية الخطط والاستراتيجيات التي قامت بها البحرين لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين من جانبه أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بما تقوم به مملكة البحرين من جهود حثيثة وعطاءات ثرية في الساحة الدولية وما تقدمه من فرص ناجعة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة عبر دعم التوجهات الأممية في الملفات الحيوية لقد قمت بمباحثات جيدة مع رئيسة مجلس النواب وركزنا على عديد النقاط الهامة التي تعزز من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة ككل وتحديدا في البحرين وأنا ممتن جدا للطريق الذي تسلكه البحرين في دعم القضايا الأممية المتعلقة بالأمن وسلامة الشعوب والحفاظ على أرواح البشرية جمعاء البحرين ومن خلال مؤسساتها المعنية بمجال حقوق الإنسان وتفعيل مبادئه قطعت أشواطا كبيرة وباتت أنموذجا يحتذا على مستوى العالم كله في حقوق الإنسان واحترامها للتعددية الدينية والفكرية